خلصت دراسة أسترالية إلى أن الوسائل التكنولوجية المستخدمة في الإنجاب كالحقن المجهري قد تزيد من مخاطر إنجاب أطفال يعانون إعاقات ذهنية وقال الباحثون أن متلازمة داون هي الأكثر شيوعا من بين الإعاقات الذهنية التي قد يصاب بها الأطفال الموليد بواسطة التلقيح الصناعي إذ تمثل عشرة في المائة من حالات الإصابة مقارنة بخمسة في المائة بين المولودين بشكل طبيعي